ممتر زهير بغماما جرى توظيف منصات التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوك حتى قبل منافسة الملاكمة أو البطلة إيمان خليف لنظيرتها الإيطالية وكأن الأمر مرتب له ومخضر له بشكل مسبق بكل تأكيد ودعينا نقول بشكل مهني هناك الآن من عامل في الجزائر وفي مناطق كثيرة على تقصي ما الذي حدث وكيف حدث ومحاولة معرفة أصل الحكاية ووصلوا إلى أشياء حقائق أعمال الآن صحفية محترفة وموضوعية قام بها إعلاميون هنا في الجزائر ونحييهم بكل تأكيد وكذلك في أمكين كثيرة لأن الأمر لم يعود قضية البطلة إيمان ولا قضية الجزائر فقط إنما أصبح الآن قضية رأي عام دولي وتحول إلى عالم السياسة الذي نعرفه ونعرف ما فيه أيضا هؤلاء وجدوا كما قلت أن الأمر كان قبيل المنازلة الأولى وبعيد المنازلة الأولى بشكل متزامن وحركها أشخاص الآن معروفين على الأقل على منصة اكس اكس تويتر وهؤلاء ليس من الصدفة أن يكونوا من مناصر مرشح معين الرئيس السابق ترامب وعملوا وحاولوا إدخال هذا المسألة في قضية هذا النقاش الموجود الآن في الولايات المتحدة وفي بعض الدول الغربية بخصوص قضية التحول من جنس إلى آخر ومحاولة استخدامه ضد مرشح آخر هؤلاء إذن حاولوا أن يوظفوا والمشكلة أنهم سقطوا في إيمان التي لا علاقة لها بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد وحاولوا أن يستغلوا هذه القضية في وجود لا شك عندي أطراف داخل كما سنرى فيما بعد هذه المنظمة والاتحاد الدولي الملاكمة والآن أيضا هناك حقائق أطراف معينة موجودون هناك طبعا هي غير شرعية وفي تنافس وفي علاقة صراع مع اللجنة الدولية الأولمبية وهناك مشاكل كثيرة هناك أيضا سوابق عندهم في عمليات ريشة في فساد في أشياء كثيرة جدا هذه ليست المرة الأولى التي يدخلون ويحشرون أنوفهم في قضايا تشمن ورائها دفع عمولات وليس أيضا من الصدفة أن هذا الموعد الذي نضمه اليوم مع منذ الصحفية التي لا شك في توقيتها مضروسة ولديها أهدافها ليس أيضا من الغريب أن السؤال الأول الذي يطرح على رئيسها هو كم دفعوا لكم لقاء أن تتحدثوا بهذا الشكل وأن تعلنوا حربكم القدرة على الملاكمتين الجزائرية إيمان ابنتنا وأختنا والملاكمة الثانية من الصين أعتقد والذي طرح السؤال كان صيني وسكت ولم يقول شيئا لأنهم فعلا هذا هو الذي يجري هؤلاء يشنون المعارك والذي يدفع موجود الآن داخل هؤلاء وبكل تأكيد سنقول بعض الحقائق اليوم كما قالتها وكما تقولها الآن الصحافة العالمية عندنا وعند غيرنا أيضا